اهلا بكم اعزائي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الانيميا المنجلية او سيكل سي الانيميا وحلقتنا مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو الانيميا المنجلية دي او سيكل سي الانيميا منتشرة اكتر حاجة في افريقيا او الناس اللي من اصول افريقية ومنتشرة الى حد ما في الدول حول الارباح الابيض المتوسط وبعد الدول التانية لكن اكتر حاجة افريقيا والمشكلة في الانيميا المنجلية ان كرات الدم الحامرة لما تتعرض لنقص اكسجين بدل ما هي وغدة ديسكويت شيب تتحول الى شكل المنجل او شكل الهلال ولما بتتحول للشكل المنجلي ده بتكون عرضة للتكسير فيحصل فيها هيموليسيز يحصل الانيميا تكسيرية وكمان بتكون عرضة اكتر ان هي تقفل الاوعيات الدموية وتعمل المشاكل بقى بتاعة الفازو اوكلوجن زي البينفول كرايزيز القلم الشديد زي السبلينيك انفاركشن موت اجزاء من الطحال وباقي المشاكل اللي هنتكلم عنها طب لي يا دكتور تامر كرات الدم الحامرة بتاخد الشكل المنجلي ده؟ اهلا بك عم بندق كرات الدم الحامرة بتتحول للشكل المنجلي ده لان الهوموجلوبين اللي جواها مش طبيعي وتعالى اقولك ايه مشكلة الهوموجلوبين اللي جواها؟ يا ركي ما سأل كلنا عارفين ان كرات الدم الحامرة بيكون جواها الهوموجلوبين والطبيعي ان الهوموجلوبين في اجسامنا كلنا بيكون مكون من مركبات بروتينية كده بنقول عليها جلوبين تشين اكتر هوموجلوبين في دمنا اسمه هوموجلوبين اي بيكون جواه اتنين الفة واثنين بيتا من هذه المركبات البروتينية او الجلوبين تشينز وده بيمثل اكتر من خمسة وتسعين في المية من الهوموجلوبين في دمنا في نسبة بسيطة من هوموجلوبين اي تو بتكون اقل من اتنين ونصف في المية بيكون الجلوبين التشينز اللي جواها او المركبات البروتينية لجواها دي اتنين الفة... واتنين دلتا وفي نسبة بسيطة اي اقل من واحد واربعة من عشر في المية. اسمه هموجلوبين F. اللي هو Fetal Hemoglobin وده بيكون الهموجلوبين الاساسي للجنين في بطن امه واول ثلاث شهور من حياة الطفل والهموجلوبين F ده بيتكون من اتنين الفة... وابنين جاما يبقى كده يا عامenda بدق عرفنا إن الهموجلوبين الأساسي في دمنا كلنا هو هموجلوبين A اللي بيتكون من 2 ألفا و 2 بيتا كอ protectiveization لو في عندنا مشكلة نتج عنها نقص في الألفا تشين يبقى المريض ده عنده ألفا ثلاثمية لو المريض عنده نقص في إنتاج البيتا تشينز يبقى عنده بيتا ثلاثمية ودي تكلمنا عنها قبل كده أما في حالة الهموجلوبين S فبيبقى في مشكلة في تكوين البيتا تشين في التركيب نفسه يعني مافيش نقص في البيتا تشين لكن في مشكلة في تركبها عشان كده هموغلبن S بنقول انه بيتكون من 2 alpha and 2 mutated beta chains فالهموغلبن S ده لو اتعرض لنقص اكسجين بيلزق في بعضه ولما يلزق في بعضه يخلي كورات الدم الحمرة بدل ما هي ديسكويت شيب الشكل اللي عارفينه تتحول للشكل المنجلي وبالتالي ينتج عنه بقى كل المشاكل بتاعة السيكل سي الأنيميا زي التكسير وزي الفازو اوكلوجين زي ما هنتكلم عنها بعد كده والأنيميا المنجلية يا عم بندق او سيكل سي الأنيميا ده مرض وراثي جيني بينتقل من الآباء للأبناء بطريقة اسمها autosomal recessive pattern يعني عشان الشخص يكون مصاب ويظهر عنده المرض بالشكل الكامل وبالصورة الكاملة لازم ياخد جين مصاب من الأب وجين مصاب من الأم في الحالة دي بيكون عنده هموغلبن S بنسبة يمكن 80 او 90% وتظهر عنده الاعراض بالصورة الكاملة اما لو كان عنده جين سليم وجين مصاب يعني خد جين من احد الأبوين سليم وجين آخر مصاب في الحالة دي بيبقى حامل للمرض ومش بيظهر عليه أعراض في معظم الأحيان وبنقول عليه سيكل سيل تريد ونسبة الهموغلبين S في دمه لا تتعدى 40% وبيبقى إلى حد ما طبيعي كانت مقدمة بايخة شوية عم بندق بس عمل ايه انت اللي سألت خلاصتها بتقول ان السيكل سيل أنيميا دي خلل في كرات الدم الحمراء بتتحول للشكل المنجلي بسبب وجود هموغلبين S جواها هموغلبين S ده بيبقى فيه اتنين ألفة واثنين ميوتيتت بيتا تشين وده مرض وراسي بينتقل من الآباء للأبناء لازم يكون اللي اتنين جين مصابين عشان المرض يظهر بصورة الكاملة وإلا يكون حامل للمرض بس لو عنده جين سليم وجون مصاب يورسه لأبناءه ودلوقتي تعالى مع بعض نتكلم عن كلينيكال بيكتشر يعني ايه الأعراض والمشاكل والمضاعفات اللي بتحصل لمريض السيكل سيل أنيميا أو الأنيميا المنجلي الطفل اللي عنده أنيميا منجليا أو سيكل سيل أنيميا هيشتكى أول حاجة أو المشكلة اللي عنده أول حاجة طبعا هي الأنيميا بيكون عنده أنيميا تكسيرية مزمنة كرات الدم الحمر عنده بتتكسر بشكل مزمن على طول الأمد فطبعا الطفل يبقى عنده مشاكل للتعب والإرهاق ولون وباهة تأخر في النمو ولو هو كبير شوية ممكن يبقى تأخر في البلوغ وحاجات زي كده بتاعة الأنيميا زي ما احنا عارفين وغالبا الأنيميا بتبدأ بعد من 3 ل 6 شهور من حياة الطفل لأن زي ما قلنا قبل كده كان هموجلوبين F هو السائد هموجلوبين A بيبدأ يظهر عند 3 ل 6 شهور وهذا التكسير في كرات الدم الحمراء بيكون يعني فيه تكسير داخل الأوعية الدموية هينتج عنه زيادة في البلوروبين فالطفل يبقى عنده جوندس أو يارقان أو صفرة كمان هذا الطفل أو هذا الشخص بيكون عرضة لحصوات المرارة بنقول عليها بلاك ستونز بسبب البلوروبين كمان هذا الشخص بيكون عنده بون مارو هايبر اكتيفيشن النخاع العظمي في جسمه بيحاول يعود التكسير باستمرار فيبقى في حالة نشاط باستمرار عشان كده وجه هذا الطفل بياخد فيتشارز معينة بيقى فيه برومان انت ماجزلة والخدود بتاعته كبيرة والشكل المعين ده بسبب الهايبر اكتيفيتي بتاعت البون مارو أو النخاع العظمي كمان حتى اللونج بونز اللي هي العظام الطويلة هذا الطفل بيكون معرض للكسور يعني مع اي خبطة او خبطة بسيطة ممكن يحصل له كسر في العظام بسبب ان العظام شغالة بشكل اكتر من المعتاد فيبقى فيه ميدالا ريو هايدنينج والكورتيكال ثينينج فالعظام ضعيفة وتتكسر بسرعة كمان هذا الطفل ممكن يبقى عنده تضخم في الكبد بسبب الاكسترا ميدالا ريهماتو بيوسز يعني كرد فعل الجسم بيحاول يخلي الكبد يخرج دم عشان يساعد شوية مع النخاع العظمي كمان ممكن يبقى عنده تضخم في الطحال بسبب برضو الاكسترا ميدالا ريهماتو بيوسز ان الجسم بيخليه حاول يطلع دم وكمان بسبب الاكسترا فاسكولار هيموليسز هذا التكسير بتاع كرات الدم الحمرة ممكن يتم داخل الاوعية الدموية وممكن كمان يكون داخل الطحال فالطحال يتضخم المشكلة التانية الكبيرة اللي بتحصل بسبب السيكلينج اللي هو تحول كرات الدم الحمرة من شكلها العادي الى شكل المنجل هو الفازو اوكلوجين زي ما قلنا ان يحصل انسداد في الاوعية الدموية ويحصل عنه مشاكل كتير زي اول حاجة نوبات الالم اللي بتحصل مع المريض ودي مميزة جدا للسيكلس الأنيميا المريض دي جيله نوبات من الالم احيانا تكون شديدة بتبدأ فجأة وممكن تستمر ساعات لأيام وبتنتهي فجأة الالم ده غالبا بيكون في العظام يجيله الالم شديد في العظام احيانا يكون في الطحال او الكلا او الرئة او غيره لكن اكتر حاجة في العظام وبيجي اكتر حاجة في الاطفال كمان ممكن يحصل يحصل موت لاجزاء من العظام العظمة بتاعة الفيمر دي او احيانا الهومرس بسبب برضو كمان ممكن يحصل او بيقولوا عليها التهابات شديدة في المفاصل بتاعة الاصابع وبتاعة القدمين في الرضع كمان ممكن يحصل يعني موت اجزاء من الطحال واحدة بواحدة لحد ما يحصل الطحال يزال او يضمر كليا بسبب كل شوية جزء يتسد ويموت فالطفل مبدئيا ممكن يبقى معاه تضخم في الطحال زي ما قلنا بسبب اللي هو محاولة تكوين الدم خارج العظام وبسبب اللي هو تكسير كرات الدم الحمرة خارج الاوعية الدموية لكن بعد كده ومع طول الوقت ويحصل كتير في الطحال يبدأ الطحال حجمه يقل لدرجة انه ممكن يحصل اوتو سبيلينوكتومي زي ما قلنا يختفي ويضمر تماما وبالتالي هذا الطفل يبقى عرضة لعدوى بالانكابسوليتد اورجينيزميز العدوى الخطيرة بالنيومو كوكاليس بيشيز والمينيجيو كوكاليس بيشيز والهيموفلس انفلونزا وعشان كده المرضى دول بنت عامهم ضد البكتيريا دي زي ما هنعرف في العلاق وبما اننا بتدينا نتكلم عن الطحال بقى ومشاكل الطحال ففي مشكلة ممكن تحصل اسمها ودي عبارة ان الطفل يجيله انيميا نوبة من الانيميا شديدة جدا بسبب التدخم الشديد اللي بيحصل في الطحال بيكون تدخم شديد ومؤلم ينتج عنه انيميا جديدة بتكون حالة خطر وبيحتاج نقل دم زي برضو ما هنعرف في العلاج بعد كده كمان من المشاكل اللي بتحصل بسبب الفازو اوكولوجن او انسداد الاوعية الدموية حاجة اسمها نتيجة ان الاوعية الدموية الدقيقة في الرأة بتحصل فيها انسدادات المريض يجي بقلم بالصدر ويجي بارتفاع درجة حرارة في الاطفال ممكن يحصل مع نقص اكسجين لو عملت له اكس ري بتلاقي فيه انفلتريتز وممكن الموضوع ده يحصل بسبب عدوى بكتيرية نومونيا مثلا التهاب رأوي او ممكن يصاحبه التهاب رأوي وبرضو دي حالة خطر وهنعرف بنتعامل معها ازاي بعد كده ولو المريض بيتكرر معه ممكن يحصل له بعد كده ارتفاع الضغط في الاوعية الدموية بتاعة الرأة كمان من المشاكل اللي ممكن تحصل حاجة اسمها يعني ان النخاع العظمي بيتوقف مؤقتا عن انتاج كرات الدم الحمرة بسبب غالبا عدوى فيروسية زي الهيومان باروفيروس غالبا بيكون هو السبب يعني فلما يحصل توقف في انتاج كرات الدم الحمرة الطفل يحصل له انيميا جديدة مرة واحدة لان هذا المريض كرات الدم الحمرة عنده عمراء قصير غالبا من عشر لعشرين يوم فلما النخاع العظمي يتوقف عن انتاج كرات الدم الحمرة بتظهر عنده الانيميا بسرعة وبتكون شديدة وفي الحالة دي لو عملناه تحليل اللي هي الخلايا الشبكية هنلاقيها قليلة لان النخاع العظمي نفسه هو اللي توقف وبرضه بتكون حالة خطر وهنعرف نتعامل معها ازاي المشكلة اللي بعد كده اللي ممكن تحصل هي ان يحصل المريض بتاعنا جلطة او نزيف المخ بس الاكتر يعني الجلطات فالطفل ممكن يحصل له جلطة ويحصل له هيمي باريسيز شلل في نصف جسم وحاجات زي كده بسبب جلطة واحيانا يحصل يعني يحصل جلطات صغيرة ما تعملش مشكلة كبيرة ما ناخدش بدنا منها وتعمل الطفل بقى يبدأ عنده مشاكل في الزكاء وفي القدرات وفي التعلم بسبب جلطات صغيرة ممكن تتكون كمان من المشاكل طبعا هي اللي هي الكرح اللي تيجي في الرجل دي ممكن تحصل بسبب كمان من المشاكل المعروفة طبعا هي اللي هو انتصاب العضو الزكري في الزكور طبعا بيبقى انتصاب مؤلم وممتد ممكن احيانا يمتد الى اربع ساعات واحيانا الى ست ساعات ويققى مشكلة كبيرة وبرضه هنعرف نتعامل معي ازاي وبنلعالجه ازاي دي كانت اشهر مشاكل السيكلسي الانيميا او الانيميا المنجلية لكن في مشاكل تانية ممكن تحصل على الكلة وبرضه ممكن تأثر على الكلة تعمل هيماتوريا ساعات بتبقى انكسبليند هيماتوريا مفيش سبب واضح ومش عارفين ليه وتبقى مؤقتة وتنتهي لوحدها ولو استمرت برضه هنعرف نعليجها ازاي وممكن تعمل بابيلارينكروزيز وممكن تقلل قدرة الكلة على انها تركز البول بنقول عليها ايذوثيناوريا وممكن تعمل كورونيك كدني ديزيز او رينال فيلير في بعض الحالات كمان الانيميا المنجلية دي ممكن تأثر على القلب المريض ممكن يبقى عنده بايفينتريكلر اللارجمنت البطين اليمين والشمال بيتضخمه وممكن يحصل له هارت فيلير برضه في بعض الحالات كمان برضه ممكن تأثر على اللانج زي ما قلنا ممكن تعمل أكيوت شيست سندروم زي ما قلنا ممكن تعمل بلموناري هايبرتنشن وممكن تعمل كمان بلموناري فيبروزيز كمان ممكن تأثر على العين بشوية مشاكل زي ما حضرتك شايف فكل المشاكل دي ممكن تشوفها مع مريض اللي عنده سيكل سيل انيميا او الانيميا المنجلية وعايز أقولك ان الفازو اوكلوزيز كرايسيز دي ممكن تحصل بدون سبب واضح قدامك او ممكن يكون في سبب زي الهايبوكزيا مثلا او الانفكشن العدوى او ترومة او سترس او دي هيدريشن الجفاف طبعا وحاجات زي كده عشان بس لو في سبب قدامك واضح طبعا لازم تعالجه بالإضافة لعلاج المشكلة الأساسية زي ما هنعرف مع بعض ودلوقتي تعالى مع بعض نعرف ايه الفحوصات اللي بنعملها لمريض السيكل سيل أنيميا بالنسبة للفحوصات فلو مريض جاي لك او طفل جاي لك عنده أنيميا عنده جوندس عنده نوبات من القلم الحاجة اللي قلنا عليها يعني فالفحص الاساسي في التشخيص طبعا هو هيموجلوب إلكتروفريس بنطلب له تحليل اسمه فاصل هيموجلوبين في حالة السيكل سيل أنيميا اللي هو الشخص اللي عنده الاتنين جين مصابين والمرض ظاهر عنده بقى هنعمل هيموجلوب إلكتروفريس هيطلع لنا إن فيه هيموجلوب إس بنسبة من تمانين لتسعين في المية ومش هنلاقي هيموجلوب إيه خالص وهنلاقي هيموجلوب إف زيادة تقريبا ممكن يوصل من اتنين لحد عشرين في المية وهيموجلوب إيه تو بنلاقيه طبيعي أما لو كان سيكل سيل تريت اللي هو حامل للمرض بس ما فيش عليه أعراض ولا مشاكل هنلاقي فيه هيموجلوب إس لكن لا يتعدى ربعين في المية وهنلاقي هيموجلوب إيه وغالبا بيبقى أكتر من هيموجلوب إس يعني ممكن نلاقيه خمسين في المية ستين في المية وهكذا وهنلاقي هيموجلوب إف في الحالة دي طبيعي وهيموجلوب إيه تو ممكن يكون عالي شوية صغيرين كمان طبعا إنت هتكون طلطة المريض بتاعك سي بي سي صور الدم الكاملة لقيت فيه أنيميا طبعا وهتلاقي الامي سي في غالبا طبيعي هي نورموسيتيك أنيميا إلا لو كان هو معا مشكلة تانية بقى تعمل ماكروسايتوزيز أو تعمل مايكروسايتوزيز زي الفوليك أسيد ديفيشينسي مثلا لكن الأساسي بتاعك أني انت هتلاقي نورموسيتيك أنيميا غالبا بتبقى متفاوتة في الشدة يعني ممكن واحد تلاقيه ستة واحد تمانية واحد تسعة زي ما قلنا متفاوتة في الشدة وغالبا المريض بيتحملها بشكل جيد تعمل المريض بتاعك بلاد فيلم أو بريفرال بلاد سمير ممكن تلاقي السيكل سيلزي دي تحت الميكروسكوب طبعا يعني نوبة شديدة من التكسير ممكن تلاقي نيوكلياتد أربيثيز في هذا الفيلم الدموي كمان طبعا لو عملت له ريتيكلوسايت كاونت اللي هي الخلايا الشبكية هتلاقيها عالية في حالات الهيموليسيز أما لو كان فيه أبلاستيك كرايسيز زي ما قلنا النخاع العظمي مش شغال هتلاقي الريتيكلوسايت كاونت قليل لكن في العادي بيكون عالي وطبعا عشان فيه هيموليسيز فلو عملت البلوروبين هتلاقيه عالي بيكون ميلي انديريكت الدي اتش بيكون عالي والهابتو جلوبين بيكون قليل كمان طبعا فيه حاجة اسمها برينيتال دياجنوزيز اللي هو تشخيص الجنين في بطن أمه لو عندك أب مثلا حامل المرض وأم حاملة للمرض فممكن نفحص هذا الجنين في بطن أمه عشان نشوفه والتنين جين عنده مصابين ولا لا عشان ياخدوا القرار المناسب ليهم فبناخد عينة من المشيمة في الأسبوع من 8 ل 12 من الحمل بناخد عينة بالسرنجة وبنعمل لها دي ان اي تستنج نشوف الجينات اللي جواها ونفحصها لأن المشيمة والجنين من نفس المصدر فهم عندهم نفس الجينات فلو كان الطفل عنده الاتنين جين مصابين فساعتها يعني بنشوف القرار المناسب باستشارة الأب والأم طبعا كمان في بعض الدول زي أمريكا بتعمل سكيرينج عندها لكل الموليد تقريبا كل الموليد بيعملوا لهم فصل هموجلوبين عند الولادة وممكن يعدوه بعدها بتلاتة أو ستة شهور عشان يتعرفوا بسرعة على أي حد عنده سيكل سيل أنيميا ويبدأوا يتعاملوا معاه ويمنعوا المضاعفات قبل ما تحصل قدر الإمكان طبعا كمان بتعمل للمريض بتاعك سونار أشعة تلفزيونية على البطن والحوض عشان طبعا تشوف الهبات وميجالي سبيلين وميجالي تدخم الكبد والضحال هل في جول بلادرستونز ولا لا حصوات المرارة هل في مشاكل على الكيلة كورونيك كيدني ديزيز أو أي مشاكل تانية ولا لا هل حصل أوتوس بلونيكتومي ولا لا كل الحاجات دي طبعا الصنار هيفيدك فيها كتير لو عملت للمريض بتاعك فهتلاقي المواصفات دي زي ما قلنا قبل كده وممكن تلاقي البروجيكشنز اللي طالعة دي اللي عاملة زي الشعر اللي طالع من بسبب البول مارو كذلك لو عملت العزام الطويلة هتلاقي زي ما قلنا والحاجات دي زي ما حضرك شايف كمان في فحص مهم عشان يشوفوا هل الطفل ده عرضة لجلطات المخ ولا لا ونبدأ ندخل بدري اللي هو يعني يعمله سونار ودبلر على الراس من فوق كده ويشوفوا يعني هل الطفل ده في عرضة للجلطات ولا لا البعض بيوصي ان احنا نعمل هذا التحليل للاطفال من سن سنتين لحد ستاشر سنة نعملهله كل سنة مرة عشان لو الطفل ده عرضة للجلطات بالفعل فيحتاج زي ما هنعرف بعد كده في العلاج ما تستعجلش كمان طبعا المريض بتاعك تعمله ايكو او موجات صوتية على القلب عشان نشوف فيه اي مشاكل في القلب ولا لا دي كانت معظم الفحوصات الرئيسية لكن انت برضو على حسب المريض جاي لك بايه لو فيه اي مشكلة تستدعي فحوصات اكتر بنعملها يعني المريض مثلا لو جاي لك بمشاكل في الصدر ممكن نعمله سيتي شست مريض جاي بمشاكل تقول ان دي فيه ستروك نعمل سيتي برين وهكذا ودلوقتي تعالى ما بعد نعرف ازاي بنعالج ونتعامل مع مرضى سيكل سيل انيميا او الانيميا المانجلية لو انت وصلت معي لحد دلوقتي فكويس او يعمل لك كوبات شاي وركز معي بقى في العلاج فيه خطوط عريضة تعتبر لكل المرضى تقريبا هنقولها الاول وبعد كده نقول علاج كل مشكلة لو حصلت ففي الخطوط العريضة ان احنا بندى بروفولاكتك انتيبيوتكس الطفل بتاعنا او المريض بتاعنا بنديله مضادات حيوية بشكل غقائي عشان موضوع الاسبيلين زي ما قلنا نقي من العدوى فبنديله بنسلن عن طريق الفم بنسلن جي او في بالجرعات اللي قدامنا دي من عمر اربع شهور لحد عمر ست سنين تقريبا وفي بعض الناس يقولك لو ندنا لحد سن المراقة يكون كويس النقطة التانية هي زي ما قلنا هذا الطفل عرضة للأوتوسبرينوكتمي فهذا الطفل بنديله تطعيم ضد نيومو كوكا الفكسين منينجيو جوجل فكسين هموفلس انفلونزا فكسين كل واحد بالجرعات بتاعته النقطة التالتة ان احنا بندي للمرضى دول فوليك اسد ده مهم جدا لانهم عرضة لنقص حمض الفوليك ده وده ممكن الى حد ما يسبب ابلاستيك كرايسيز فكده كده كل المرضى بنديهم فوليك اسد بالجرعات اللي قدامنا دي النقطة الرابعة بقى طبعا ومهمة جدا هو الهايدروكسيوريا هذا الدواء دوره ان يزود نسبة هموغلوبين اف في هؤلاء المرضى وبالتالي يقلل السيكلنج السيكلنج ده اللي هو عملية تحول كرات الدم الحاملة من شكلها الطبيعي لشكل المنجل فالهايدروكسيوريا بيقلل الموضوع ده وبالتالي يقلل كل المشاكل الى حد ما يعني يقلل هجمات الالم يقلل 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 كل المشاكل بتاعت ويقلل احتياج هذا الطفل لنقل الدم فالهايدروكسيوريا مهم جدا في الاطفال بيدوف الاطفال لحد سن المراحقة اما في الكبار لو كان من الاساس ما بياخدوش فاحنا مش بنيديه الا لو كان معاه مضاعفات كتير وطبعا الهايدروكسيوريا ليه مشاكل وليه اعراض جانبية كتير من اهمها او اشهرها طبعا النيوتروبينيا والثرومبوسايتوبينيا فلازم نتابع السي بي سي مع المريض بتاعنا باستمرار عشان لو دخل في توكسيستي او حصل مع الحاجات دي نقلله الجرعة شوية الجرعة عندنا هي 15 ميلي لكل كيلو من وزن المريض يوميا ونتابع السي بي سي كل اسبوعين وممكن نزود الجرعة شوية لو لسه المضاعفات بتحصل احنا بنيديها عشان نمنع المشاكل لو لسه بيجيله بينفول كرايسيز مثلا او لسه البريابيزم بيجيله كتير زي ما قلنا يعني فممكن نزود الجرعة شوية والماكسما مدوز بتاعيتنا 35 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم كمان فيه تلات ادوية ولسه برضو الدراسات مستمرة عليهم الى حد ما ممكن يبقى ليهم مستقبل معانا في السيكلس الأنيميا بالنسبة للطعام الشخص ده او المريض بياكل طعام صحي متوازن مفيش حاجة معينة ممنوعة ولا حاجة معينة يكلها لكن طعام صحي متوازن وبالنسبة للرياضة فاحنا بننصحه ان يعمل رياضات خفيفة يتجنب الرياضات العنيفة لان يمكن تدخله في كرايسيز وكمان كل مريض على حسب مشاكله ايه اللي معاه يعني لو في عنده مشاكل في العظام تمنعه من رياضات معينة فطبعا ما بيعملهاش لكن مسمح له برياضات خفيفة النقطة اللي بعد كده طبعا هي الفول اوب ان انت لازم تتابع المريض بتاعك بشكل دوري عشان لو فيه اي عدو حصلت تعاليجها بسرعة عشان تكتشف اي مضاعفات بشكل مبكر وتبدأ تتعامل معاها وتعمله الفحوصات والحاجات دي زي الجدول اللي قدامنا ده النقطة اللي بعد كده هي او زراعة الخلايا الجزعية ودي بتكون يعني شافية للمريض لكن ليها مشاكل كتير وليها مخاطر ولازم يبقى عنده اخ اتش ال اي ماتشد يعني لازم يكون مطابق له جينيا فدي دايما بيخلوها اكتر يعني لو فيه مضاعفات كتير مع المريض كمان دلوقتي الجين ثرابي تحت الدراسات وان شاء الله يكون لي مستقبل باهر اللي هو العلاج الجيني ان شاء الله مستقبله جاي بس لسه مش متاح دلوقتي وكده يا صديق العزيز يبقى احنا اتكلمنا عن الخطوط العريضة العامة لمرضى سيكل سيل انيميا تعالى بقى نتكلم عن كل مشكلة كده بسرعة اول مشكلة معنا هي الانيميا وزي ما قلتلك هي بتبقى انيميا تكسيرية مزمنة غالبا المريض بيتحملها يعني في الغالب مش بيحتاج نقل دم بشكل متكرر زي مثلا بيتا ثلاثيميا وبنحتاج نتابعه بس وندي له فوليك اسد بتاعه لكن في بعض الحالات المريض يحتاج نقل دم كرات دم حمرة مكدسة زي مثلا لو حصل له ابلاستيك رايسل زي ما قلنا انه خاع العزمي توقف بسبب العدوى في الحالة دي بنحتاج ننقله كرات دم حمرة مكدسة وفي الحالة دي بنلاقي الريتيكلوسايد كاونت قليل انه خاع العزمي مش شغال اقل من واحد في المية كمان زي في حالات الطحال تضخم فجأة وكان مؤلم وحصل انيميا جديدة بسببه برضو بنحتاج ننقل كرات دم حمرة مكدسة كمان في حالات يعني لو حصل نوبة تكسيرية جديدة المريض بتاعنا معروف او متعود ان الهموجلوبين بتاعه تسعة فجأة اصفر اكتر وحصلوا تكسير شديد والهموجلوبين بتاعه نزل بقى ستة او بقى خمسة في الحالة دي ننقله كرات دم حمرة مكدسة وفي الحالة دي هنلاقي الريتيكلوسايد كاونت عالي الخلايا الشبكية عالية لان النخيع العزمي بيحاول يعود كمان قبل العمليات الجراحية لو المريض بتاعنا هموجلوبين قليل ممكن ننقله كرات دم حمرة مكدسة عشان نحاول نوصل الهموجلوبين بتاع المريض ده لحد عشرة كل اللي فات ده اسمه سيمبل بلود ترانس فيوجن يعني احنا بنلقى كرات دم حمرة مكدسة بشكل عادي خالص لكن في بعض الاحيان بنحتاج حاجة اسمها اكسيتشينج ترانس فيوجن ان احنا ناخد من المريض كرات دم حمرة اللي هي فيها هموجلوبين اس ونديله مكانها كرات دم حمرة اللي فيها هموجلوبين ايه فدي اسمها اكسيتشينج ترانس فيوجن وده مش متوفر في كل مكان وغالي وكده وده بنحتاجها في بعض الحالات زي مثلا انك تبنع جلطات المخ لو عملت للمريض ترانسكرينيال دوبلر ألترا ساوند وقال لك ان المريض ده عرض للجلطات في الحالة دي المريض ده علاجه انه لازم يعمل بشكل مستمر ونحافظ على الهموغلوبين اس بتاعه يكون اقل من 30% يعني هيعمل بشكل دوري غالبا بيبقى كل شهر كمان في حالات الاكيوت شست سندروم بس في الحالات السيفير الحالات الشديدة التي لم تستجب للعلاج ممكن نحتاج لها اكس اتشينج ترانس فيوجن وهنعرف مع بعض علاج الاكيوت شست سندروم كمان البريابيزم اللي هو انتصاب العدو الزكري بشكل مؤلم وبشكل مستمر برضو لو لم يستجب لخطط العلاج اللي هنقولها ممكن نحتاج اكس اتشينج ترانس فيوجن كمان نوبات القلم او البينفول كرايزز لو لم تستجب على الخطط العادية في العلاج اللي هنكلم عنها ممكن نحتاج لها اكس اتشينج ترانس فيوجن فكده تقريبا يبقى عرفت الفرق بين السيمبل بلوت ترانس فيوجن اللي هو نقل لكورات دم حمر عادية خالص عشان الشخص عنده انيميا بس فعايزين نرفع لهمجلوبين وبين الاكس اتشينج ترانس فيوجن اللي احنا عايزين نقلل فيه لهمجلوبين اس ونزود فيه لهمجلوبين ايه وده ليه حالات معينة وده ليه حالات معينة وعايز اقولك ان الشخص طبعا نخلي بنا من مستويات الحديد في دمه لانه ممكن يبقى عنده ايرن اوفرلود بسبب التكسير المستمر اللي عنده او بسبب نقل الدم اللي لو احنا ابتديني ننقله دم كتير فلو الفريتين بتاعه كان اكتر من الف او هو نقل دم كتير بشكل مستمر في الحالة دي نبدأ نديله حاجة زي الاكسجيد اللي هي الاقراس اللي بتضف المية دي اللي هو ديسفيرا زيروكس فيه منه اقراس مية خمسة وعشرين ومتن وخمسين وخمسمية وبنديه بالجرعات دي اللي هي عشرين ميلي جرام لكل كيلو في اليوم وممكن نزودها لحد 40 ميلي جرام لكل كيلو في اليوم وطبعا فيه ادوية تانية للايرني كيليشن بس ده اشهرهم دلوقتي كمان من المشاكل اللي بتحصل طبعا في مريض السيكل سيل انيميا هو الفازو اوكلوجن فهنتعامل معاه ازاي اولا البينفول كرايسيز لو ان المريض عنده نوبة من نوبات الالم ده بنتعامل معاه ازاي في البداية بيحاول هو يتعامل في البيت لان دي ممكن تكون بتتكرر معاه فلو كان الالم بسيط او متوسط وانت في المستشفى لو جالك مريض ومعاه فبرضو على حسب شدة الالم بسيط او متوسط فهتديله وتديله حقا مسكنات اما لو كان الالم شديد جدا فممكن نديله اوبيويدز حاجة زي المورفين بقى وجرعة المورفين بتختلف من شخص للتاني على حسب استجابته ممكن نديله جرعة لها 1 من 100 لحد 5 من 100 ميلي جرام لكل كيلو وممكن نكررها كل ساعة ثم كل 3 ساعات لحد ما نتحكم في الالم اللي عند المريض بتاعنا وطبعا لو كان السبب انفكشن او ديهايدريشن او اي مشكلة تانية طبعا بنعالجها زي ما احنا قلنا وكمان زي ما قلنا ان الهايدروكسيوريا الى حد ما ممكن يقلل نوبات الالم دي لو المريض لم يستجيب لده كله فممكن نعمل اكس تشينج ترانس فيوجن لكن في معظم الاحيان بيستجيب وما بيحتاجهش النقطة اللي بعد كده هي وزي ما قلنا توقف النخاع العظمي بسبب عدوة فيروسية غالبا يعني او نقص حمد الفليك كده كده حمد الفليك احنا قلنا بنتديه لكل المرضى واللي عنده ده لازم يتحجز مستشفى ونبدأ ان نقله كرات ده محمر مكدسة وده اصلا بتعرفه زي ما قلنا ان الهموجلوبين بتاعه قل عن الطبيعي بتاعه كان تمانية بقى خمسة وجيت تعمل له خلايا الشبكية لقيتها قليلة فده يقول لك ان المريض ده في انه قطة اللي بعد كده هي زي ما قلنا المريض بيجي بألم في مكان الطحال الناحية الشمال دي ولو عملت له صنوار بتلاقي الطحال متضخم وبتلاقي برضو حصل عنده انيميا غير المعتادة عنده هو الاساسي بتاعه تسعة فجأة اصبح اربعة فالمريض ده برضو لازم يتحجز مستشفى لان الحالات دي كلها تكون حالات خطر شوية ولازم ياخد نقل دم كرات دم حمرة مكدسة ولو المريض بتاعنا ده بيحصل له كل شوية يبقى نعمله عملية ونزيل هذا الطحال المشكلة اللي بعد كده هي زي ما قلنا نقص في الاكسجين تعمل له اكسرية تلاقي انفلتريتز ممكن يكون معاه نومونيا فالمريض ده طبعا لو في عنده نقص في الاكسجين بنحطه على اكسجين بنديله مضادات حيوية طبعا في البداية بنديله مضادات حيوية واسعة المجال لحد المزارع ما تطلع تكون سحبت منه مزارع مزارعة دم مزارعة بصاج بسرعة وتبدأ تديله فورا مضادات حيوية واسعة المجال زي مثلا مع ازيس رومايسن كمان بتتحكم في القلم هو كده كده معاها قلم في الصدر فتتحكم في القلم زي ما تكلمنا قبل كده في البينفول كرايسس محليل وردية نانستورايدا انتينفرومتري دراجز احيانا يحتاج مورفين وطبعا كده كده العين ده بيتحجز في المستشفى لو المريض معاها برونكوسبازم يعني جيت اسمع سيدرول ايد سيدرول بيزيق او هو عنده ازمة فتعمله جلسات او تديله برونكوديليتر كمان في حاجة اسمها انسنتف سبايرومتري جهاز كده بلاستيك سهل خالص بتخلي المريض يستخدمه في التنفس يصفد كده لحد الكرة ما تطلع فوق وده لي ميزة انه بيخليه يتنفس ويحسن وظائف الرئة لان المريض لو بيتقلم ممكن ما يتنفسش بشكل كامل وبالعمق الكافي فالجهاز ده بيساعده انه يتنفس بشكل كويس ويساعده في تحسين وظائف الرئة ولو لم يتحسن ممكن بقى في الحالة دي يساعده ويخفف من حدة ويساعده في العلاج المشكلة اللي بعد كده هي اللي هو انتصاب العضو الزكري بشكل مؤلم وبشكل مستمر برضو ده لو بيحصل كتير مع المريض ففي البيت بيحاول يشرب مية كتير وبياخد مسكنات وبيحاول انه يعمل حمام بول يتبول الحاجات دي لو ساعدته في معظم الاحيان بتساعده بيبقى خلاص لو استمر اكتر من ساعتين بيروح المستشفى فورا وهناك بقى يبدأ ياخد علاجه اللي هو برضو محالي الوريدية مسكنات عن طريق الحقن لو ما استجبش ولسه الموضوع مستمر ممكن نعمله برضو ولو كل ده ما جابش نتيجة ممكن نعمل يعني نشفط الدم من هذا القضيب وممكن يحتاج بعد كده يعمل شنط او حاجة كده اسمها ودي طبعا لها برضو مضاعفات وممكن تعمل بعد كده او عاجز جنسي كمان يقول ان المريض اللي بيحصل له برايابيزم ده ممكن يديله سيدو فيدرين بقرعة 30 ميلي جرام يوميا مساءا الى حد ما ممكن يقلل هذا البرايابيز النقطة اللي بعد كده هي او قرح الرجلين ودي بيتابعها طبيب الجراحة بيدي المريض بتاعنا مضادات حيوية بيعمل له ممكن يستخدم ممكن برضو نلقل المريض كرات دم حامرة بتساعد في الهيلينج في شفاء هذه القرحة واحيانا يحتاج المشكلة اللي بعد كده اللي ممكن تحصل زي ما قلنا ودي برضو متابعتها بتكون مع طبيب العزام وبنخلي المريض ما يحملش على الطرف المصاب ويغير طبيعة شغله بما يتناسب مع حالته واحيانا يحتاج تغيير مفصل في بعض الحالات بعد كده او حصوات المرارة لو عامل اعراض مع المريض بتاعنا برضو بنعمل ازالة لهذه المرارة كمان مشاكل للكلة اللي ممكن تحصل بنتابعها مع طبيب الكلة موضوع الهيماتوريا غالبا بيكون مؤقت وبيخف الوحده لكن لو استمر فممكن نحتاج له برضو لان سبب المشاكل كلها هو الهموغلوبين اس فاحنا بنحاول نقلل الهموغلوبين اس كمان في الحالة دي بنيدي لمريض عشان دي ما تتسدش بعد كده اي مشاكل تانية زي البروتينوريا اي مشاكل تانية بيكون مع طبيب الكلة بالنسبة للستروك بريفنشن ان احنا نمنع الجلطات لو المريض بالفعل جاله جلطة قبل كده يبقى احنا نعمل ساكندري بريفنشن اللي هو نمنعه للمرة التانية يعني في الحالة دي المريض بتاعنا بياخد ولو فيه اي ريسك فاكتورز تانية بنحاول نمنعها والمريض بتاعنا بنعمله بشكل دوري ونخلي الهموغلوبين اس بتاعه اقالي من 30% تقريبا بيكون كل شهر كذلك الامر في المريض ما جالوش جلطات قبل كده لكن بالفحص اللي قلنا عليه قالك ده المريض بتاعك عرضة عملته مرتين وقالك ان المريض بتاعك عرضة للجلطات في الحالة دي بنمشيه برضو على تقريبا يعني بشكل دوري كل شهر عشان نخلي الهموغلوبين اس بتاعه اقل من 30% كل ده طبعا بالاضافة للهيدروكسيوريا اللي قلنا من البداية انه بيحاول يمنع كل المضاعفات تقريبا النقطة اللي بعد كده هو محبقة ان المريض بتاعك تخلي بالك منه مستمرار لو فيه اي علامات للعدوى نلحقها بسرعة ونبدأ معها علاج بسرعة لان الانفكشمر ممكن يعمل مريض لو جايلك بارتفاع درجة حرارة يعني عنده قلم في منطقة واحدة بس في العضم ده ممكن يكون عيان جاي بقلم في الصدر ارتفاع درجة حرارة ممكن يكون نمونيا ممكن يكون بلموناري امبولزم ممكن يكون نخلي بالنا مع المريض بتاعنا في اي عدوى او اي علامات تحصل له. كذلك الامر المضاعفات على القلب ده بيكون باستشارة طبيب القلب لو حصل حاجة زي الهارتفيلر بيتعامل معها ولو حصل حاجة زي المريض ده ممكن بقى يحتاج بشكل دوري وممكن طبعا نديله الحاجات زي زي محضراتكم عارفين وممكن كمان حاجات زي كمان لو في مشاكل في العين ولا حاجة فطبعا نستشير طبيب الرمض يتعامل معها. وكده يعتبر خلصنا حلقتنا. عايز اقول لك بس ملحوظة مهمة بخصوص نقل الدم. لو المشكلة ان الراجل حصل له انيميا ان الهوموجلوبين بتاعه قل هي دي المشكلة اللي عنده فبنلقل كرات دم حمرة مكدسة عادي خالص. زي ما بيحصل في الابلاستيك كريسيس سبينيك سيكوستريشن هايبر هيموليتيك كريسيس. اما لو كانت مشكلتنا الاساسية هي بسبب الهوموجلوبين اس في الحالة دي بنحتاج. زي ما بيحصل في نوبات الالم التي لا تستجيب للطرق العادية. البريابيزم الذي لا يستجيب للطرق العادية. الاكيوتشيسي سندروم الذي لم يستجيب للحاجات العادية. واخيرا عشان نمنع الجلطات لو المريد بتاعنا عرضها للجلطات. في كل الحاجات دي بنعمل عشان نقل الهوموجلوبين اس اقل من تلاتين في المية. وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير. شكرا لحظاتكم.